نظهر على ضيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسول اشتركوا في القناة في القناة ومن خلفه من خلفه منت سلسلسا 19.7 سألت 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 السماء ثم سألت 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 معذ سألت من الجن فقالوا إنا سيعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظلنتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا لقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غلقا لنفت لهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتعدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يطهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لياعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا أحطنا 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 جاء بأن شبكم هئوه كرام adaptation إنه 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 هك�� الأفح، slهم أقي أرة الح تعاه من القرس كان ركوم أقصى إظار طبي انا بقى بتان اعطان mefaamo اشرب كوب مات ذلك قدر دver سؤال سوار جانست انا لمpsك انا لماذا مungkin juga ah ada efek dari dari gua mendengarkan surat aljin tadi atau gua rukiah online tadi cuy ya entahlah gua gak bisa memastikan gua kenapa tadi merasa agak sedikit mual dan juga seperti gerah ya kalo gerah mungkin masih bisa dijelaskan secara teori karena memang rumah sakit ini di ruang jenazah lebih khususnya ini tidak ada jendela yang terbuka untuk memungkinkan angin masuk ke dalam sini cuy Tapi memang Jujurly Gue merasa Gerah disini Dan Beberapa kali Gue merasakan Mual dan Sebenernya Gue juga udah pengen Jackpot nih Ya mungkin Selesai video ini Gue akan jackpot Jadi kayaknya Videonya cukup Sampai sini aja temen-temen Dan Thank you banget Sudah hampir ke channel gue Dan nonton Eksperimen ini Satu lagi ya Bantuin gue Jangan lupa Tukung terus channel gue Supaya bisa berkembang Supaya gue bisa menghibur kalian Dengan video-video Selanjutnya Yang lebih menarik Untuknya temen-temen Dan kalau misalkan Kalian mau kasih challenge Eksperimen apapun itu Boleh Kasih komentar Di kolom komen cuy Kalau misalkan nanti Gue bisa memenuhi Challenge dari kalian Gue akan melakukan Challenge tersebut So Akhir kata dari gue Irfan Jayani Di kamar jenazah Rumah sakit Kering Sewu Jangan lupa bahagia cuy Raus pisan e Jangan lupa bahagia cuy Jangan lupa bahagia cuy Jangan lupa bahagia cuy